هذا الكورس المميز 200 أهم مصطلح باللغة الإنجليزية سوف نطور مهارات القراءة والكتابة والمحادثة واللفظ والفهم في هذه الحلقة وجميع الحلقات من هذا الكورس المميز لتحقيق هذا الهدف والحفظ 100% من المعلومات يجب علينا كما قلنا سابقا تطبيق هذه الخطوات الثلاثة المهمة جدا طريقة الحفظ بالجمل ألا وهي سوف نكرر بصوت مرتفع جميع العبارات نكتب بالكراس ونقوم بإجراء الاختبار الاختبار مهم جدا لضمان أننا وصلنا إلى الهدف المطلوب مصطلحنا لهذا اليوم back something up بمعنى reverse عكسه أو تحرك في الاتجاه المعاكس أو حرك في الاتجاه المعاكس إذن مصطلحنا هو back something up أقرأ معي الآن ممتاز خلينا نروح إلى أهم الكلمات التي ستمر علينا بالأمثلة على مصطلحنا back something up الكلمات هي get out أخرج أو يخرج get out get out جيد hard time hard time وقت صعب hard time اقرأ معي hard time هاي الكلمات راح تمر علينا بهذه الحلقة ولها السبب من البداية أعطيك إياها حتى تفهمها من تجينا بالأمثلة ما هي معنى get out and hard time احفظها جيدا إذن مثالنا الأول على كلمات back something up back up الموجودة هنا في المثال يلا نقرأ المثال سويا you would have you would have to back up your car so that I can get out جيد سوف تضطر إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج you would have you would have سوف تضطر to back up your car back up your car تعكس سيارتك تنقلها لاتجاه المعاكس تنقلها تحركها جيد so that I can so that I can get out فلنقرأ هذه الجملة خمس مرات حتى نحفظها باللفظ الصحيح you would have to back up your car so that I can get out you would have to back up your car so that I can get out you would have to back up your car so that I can get out آخر مرة you would have to back up your car so that I can get out ممتاز خلروح للمثال اللي بعده المثال هنا عدنا can you help me can you help me هل يمكنك مساعدتي can you help me I am having a hard time I am having a hard time backing the van up to the door هل تستطيع مساعدتي أواجه الصعوبة في إرجاع السيارة إلى الباب فلنقرأها خمس مرات can you help me I am having a hard time backing up backing the van up to the door can you help me I am having a hard time to backing the van up to the door نقرأها المرة الرابعة can you help me I am having a hard time backing the van up to the door والمرة الأخيرة can you help me I am having a hard time backing the van up to the door ممتاز قرأنا الخمس مرات الآن فلنستعد إلى الملخص وبعدها الاختبار لهذه الحلقة جيد عدنا الملخص back something up هذا المصطلح المرح علينا حفظنا معنا back something up المثال الأول كان you would have to back up your car so that I can get out المثال الثاني كان can you help me I am having a hard time backing the van up to the door جيد الآن خلينا نبدأ بالاختبار طبعا بالاختبار بإمكانك إيقاف السؤال إيقاف الفيديو والإجابة على السؤال وكتابة الإجابة ومن ثم الاستمرار في السؤال بعدها عدنا أربع أسئلة فقط أربع أسئلة مهمة سوف نختبر كمية الحفظ لنا في هذه الحلقة أنا وأنت سويا جيد استعد ركز جيدا حتى تجي بطريقة صحيحة fill in the following blank املأ الفراغ التالي you would have to فراغ your core so that I can get out أجب الآن على هذا السؤال اكتب الإجابة في الفراغ بإمكانك طبعا كتابة جميع الأجوبة بالتعليقات حتى تنمر عليها وانصححها وبنفس الوقت يستفاد الآخر منها وأنت تستفاد في تطوير لغتك والتقدم للأمام جيد بلأت الفراغ الآن خلوك للسؤال اللي بعده سؤال الثاني translate from Arabic to English أدنى جملة باللغة العربية الآن ترجمها للغة الإنجليزية كيف نقول سوف تضطر عفوا إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج اكتبها باللغة الإنجليزية مرت علينا طبعا هذه الجملة خلال الحلقة سوف تضطر إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج فكر واكتب الإجابة أيضا إذا واجهت صعوبة في كتابة الإجابة أنصحك بمراجعة الحلقة مرة ثانية أما الآن اقرأ بالصوت مرتفع read aloud can you نعم تقرأها الآن كاملة لهذه الجملة إذا قرأتها بطريقة التي سوف أقرأ بها الآن فأنت قرأتها صح وإلا أنصحك بتكرارها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد can you help me I am having a hard time backing the van up to the door جيد أما الآن خلق للسؤال الأخير وهو سؤال بسيط جدا write the following word اكتب هذه الكلمة بالإملاء يعني حتى نختبر الإملاء الصحيح لك جيد back something up back something up اكتبها الآن في كراسك back something up جيد إذا واجهت الصعوبة كما قلت في الإجابة راجع الحلقة من البداية حتى تحفظ بشكل جيد أما الحلقة القادمة سوف نأخذ مصطلح جديد blow up blow up سوف نشرحه بالتفصيل نأخذ أمثلة عليها ونحفظها بشكل صحيح أنصحك أن تتابع الحلقات من بداية الكورس إلى الآن وكل يوم ساعة راح يكون عندنا حلقة أو حلقتين حتى نستمر لتحقيق هدفنا اللي هو مئتان مصطلح باللغة الإنجليزية أهم المصطلحات اللي راح تساعدك وطورك وترفعك إلى مستوى أعلى في اللغة الإنجليزية إذن لا تنسى الضغط على أعجاب لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس أما الرابط كامل لهذه الحلقة تجده في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو شكرا لك على المتابعة نحن نضع الكثير من الوقت والجود في إنتاج هذه الدروس كل ما بإمكانك فعله اللي تدعمنا هو الإعجاب ومشاركة هذه الحلقة ليستفاد جميع منها شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة رقم 5 قريبا إن شاء الله إلى اللقاء